السوبر كمان شوي بس تعالوا نستعرض تشكيلة منتخبنا الوطني النهاردة أمام المنتخب الموريتاني التي فازت بهدف دون مقابل بقدم البديل إبراهيم عادل تشكيلتنا بدأت كالتالي هرست المرمى محمد الشناوي برافو هاي الشناوي لأنه الكرة كانت فيها خطأ دفاعي من ناحية اليمين بتاعتنا ارتدت اتلعبت عرضية وصلت ليه كويتا اللعب الخطير رقم سبعة اللي برضو كاد يسجل التعادل بعد ما تقدمنا لكن من على نقطة الجزاء وإفلو الشناوي وقفة حلوة أفل المرمى كويس وعرف أنه يتصدى للكرة أمامه لعب محمد عبد المنعم في النص رامي ربيعة ناحية اليمين خالد الصبح ناحية الشمال القائد رامي ربيعة بيواصل الحياة الأداء الجيد سقط مرتين أرضا بسبب الالتحامات القوية وأرضية الملعب والحياة ما كانش هو الوحيد اللي سقط لأن عمر مرموش سقط بدفعة كانت قوية ما خدش فيها لاعب بكيتا الظهير الأيمن لمازنبي بطاقة صفراء لكن ما كانش برضو هو بس اللي سقط محمد حمدي سقط عموما الشط الأول سقط تقريبا ستة لاعبين بين الفريقين وتوقفت المباراة مع الخمسة وأربعين ديئة اللي تلعبت حوالي اتناشر ديئة لو جمعت دي أي اللعب لأن محمد الشناوي نفسه كانت صاب وربط راسه ناحية اليمين لعب أحمد عيد للمباراة الثانية على التوالي مباراة كاملة ناحية الشمال محمد حمدي الظهير الأيصر أو الوينج باك ناحية الشمال في منتصف الملعب لعب مروان عطية وفي أول ظهور أساسي محمود صابر بعد دقيق لعبها في المباراة الماضية شارك في منتصف الملعب ده واحد من ضمن لاعبين من المنتخب الأولمبي ثلاثة أهم بيشاركوا في التشكيلة الأساسية محمود صابر كان عليه دور مهم في الربط ما بين نص الملعب والهجوم كان مفتقدا شوية فعمر مرموش كان بينزل عشان يستلم زيزو كان بينزل عشان يستلم وكان ده بيدي مساحات لأحمد عيد ومحمد حمدي ينطلقان من الأطراف لكن لم تستغل الكرات الطولية لأن ما كانتش دقيقة ما كانتش بتوصل والتمريرات كانت أغلبها مقطوعة فكان شوت أول سلبي وكان في المقدمة أسامة فيصل اللي بدأ المباراة في غياب مصطفى محمد عن المواجهة بسبب الإجهاد أو الإصابة دي التشكيل اللي بدأنا بيها المباراة بطريقة 3-4-3 وكان معدل الأعمار فيها 27 سنة وكسور دي البداية اللي بدأنا بيها المباراة والحقيقة أن معدل الأعمار ده بالنظر لأنه بقى فيه 3 منتخب أوليمبي فأنت بيطلع من عندك عدب من الأسماء سواء لإصابات فبتدي فرص للاعبين وضعك في المجموعة بيفيدك في أنك تعرف أنك تلاعب لعبين احتياجك لنقطة واحدة بيخليك متطمن بالنظر لأن فيه متشين تانيين بعدها فبالتالي كانت الأمور مطمئنة وتخليك بتستكشف لعبين وبتشوف قدراتهم الدولية عامل إزاي واللعب تحت ضغوط عامل إزاي واللعب في أجواء مختلفة عامل إزاي وفي أرضيات ملعب مختلفة عامل إزاي لأن دي أفريقيا حتى وإن كانت البطوضة نفسها تلعب في المغرب في أرضيات ملعب أفضل حالا ودرجات حرارة أفضل حالا لكنها مفيدة جدا من أجل منتخب بيتم بناءه من أجل المستقبل وأبرزه بكل تأكيد بطولة كأس العالم إن شاء الله 2026 اتعمل التغييرات بالعودة إلى تشكيلة المنتخب فكان أول تغيير خروج زيزو ونزول تريزيجي نزل تريزيجي فلما نزل تريزيجي مكان زيزو راح عمر مرموش مكان زيزو ونزل تريزيجي ناحية الشمال لكن بقى المنتخب بيلعب أكتر بطريقة 5-3-2 لأن مرموش كان بيبقى في نص الملعب شوية وكان تريزيجي أحيانا بيبقى هو اللي بيجاور أسامة فيصل وأحيانا تانية كان مرموش هو اللي بيجاور أسامة فيصل واحد من الاتنين التانين بينزل لنص الملعب بجوار مروان عطية ومحمود صابر بعدها بدأي أصيبة خالد صبحي هنتطمن عليه ونزل مكانه حمدي فتحي فنزل مكانه ما دغيرتش الطريقة لأن حمدي منزلش نص ملعب نزل كمس ساك وفي الداية 88 بقى بدأت التغييرات الكتيرة محمود صابر خرج ونزل محمد شحاتة مكانه في نص الملعب خرج مرموش ونزل كوكا في نص الملعب من أجل زيادة الكسافة العددية في نص الملعب وخرج في نفس التغييرات أسامة فيصل ونزل إبراهيم عادل الذي سجل هدفا رائعا ربنا يوفقك إبراهيم لعيب مليان مهارات يعني مهارات واحد على واحد مهارات رؤية ممتازة مهارات ربط ما بينه ما بين الزملاء سواء في نص الملعب أو على الأطراف والحقيقة النهاردة برضو لما نزل مكان شوينج قد مكان مهاجم في وجود تريزيجية كمان فسجل هدفا رائعا بصناعة تريزيجية هقف عند لقطة الاحتفال بالجول لأن اللقطة دي كلنا أعتقد وإحنا بنشوف الجول عملنا زي ما عمل أحمد عيد اللي جري على صديق المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل قائده في المنتخب الأولمبي وهو حاطت دي على راسه منبهرا كما انبهرنا وكما انبهر مرموش من خارج الملعب بعد ما كان لسه مستبدل وإن كان الكابتن عصام الشوالي صمم إن اللي جاب الجول عمر مرموش مبروك يا عمر نحسبولك أنت كمان وقسامة فيصل اللي كان لسه خارج هو كمان زميله ورفيق ضربه على مستوى الهجوم في المنتخب الأولمبي الكل احتفل والكل حاطت دي على راسه منبهرا زي ما كلنا انبهرنا بجول يدل على شخصية ورؤية ومهارة كبيرة للجناح الأيسر الدولي نجم بيراميدز الحالي الحقيقة إن اللقطة الجميلة برضو اللي شفناها بعد المباراة كانت لقطة العالم المصري الكبير جدا اللي رفعه التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن والحقيقة إنه دي من الحاجات اللي مهما الناس اتكلمت على الكابتن حسام والكابتن إبراهيم عمرهم ما شككوا فيها لأن وطنية حسام إبراهيم معروفة منذ كنا أطفالا حقيقة يعني ومنه هم صغيرين منه هم في المنتخبات عندهم حمية شديدة عندهم حب شديد للجمهور المصري عندهم تقدير شديد لفكرة ارتداء قميص المنتخب الوطني طمحهم الدائم منه هم لسه بيرعبوا إنه هم يكونوا في المشهد ده عملوا إنجاز مبدئي وتبقى الإنجازات الأكبر هي المنتظرة ولكن عمرك ما تعمل الإنجازات الأكبر إلا لما تعمل الإنجازات الأصغر وقادي إنجاز صغير حلو يلا بينا إلى الرحلة القادمة نزلنا الشارع وسألناكم بعد المباراة مباشرة إيه رأيك في أداء المنتخب مبروك التأهل شفت إزاي المشوار باصس إزاي اللي جاي فكانت إجابتكم كالتالي ترجمة نانسي قنقر